كسابقاتها من الجلسات أخفق مجلس النواب للمرة الرابعة والأربعين في انتخاب رئيس للجمهورية ورحلت الجلسة إلى الثامن والعشرين من الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب رئيس مجلس النواب الجلسة من قدر اليوم إلى يوم الأربعاء وقع فيه تبنى ونشرين تسعة وثانا ستاعة الساعة الثانية واحد واربعون نائبا حضروا وعلق الرئيس نبيه بري قائلا فليفتش عني بعد اليوم وبعد الجلسة عقد اجتماع بين الرئيس فؤاد السانيورة والنائب جورج عدوان وتناول البحث آخر المستجدات السياسية لتجنيب البلاد التأزم ولفتح باب النقاش لسد الفراغ الرئاسي بظل كل العيال اللي عم يجري حول منا هل في مصلحة بأنه نضرب هالنموذج تبع العيش المتسرك؟ هل في مصلحة أنه أي فريق منه هيك يشعر أنه هو عم بتم تجاوزه؟ هل في مصلحة أنه نمضي بتأزيم الأمور؟ أنا بقول على كل هالأسئلة أكيد لا اليوم بحاجة إلى تحكيم العقل بحاجة أنه نرجع القنوات يلي رايحة لتنقطع نرجع نوصلها نرجع نفتح مساحة مشتركة نرجع نعيد الأمور إلى نصاب سليم من النقاش الواعي الهيدئ يلي يطمئن الجميع وهذا الحل هو بين إيذين اللبنانيين أولا لم نبلش هون وأنه كل واحد بيقول أنه هيدا بإيد السعودية أو أمريكا أو إيران أو ما بعرف شو غلطان لأنه ما حدا فضيل واثنين لو فاضلنا مش لازم يتدخلوا بقضاء يعني السانيورة وصف من جهته كلام الوزير جبران باسيل في جلسة الحوار الأخيرة بالخطر جدا وقال إن التطرف لا يعيش إلا بوجود تطرف آخر وعن رده على رئيس حزب القوات سمير جعجع قال السانيورة الرد لم يكن سلبيا بل محبب لأن البعض يفسر الدستور كما يحلو له والرد على جعجع هو لمنع تمسك البعض بخرقه للدستور ترجمة نانسي قنقر